السباحة هداوين بدأت هداوين بدنا معكم تنتظركم اليوم معنا الكثير من المواضيع والنقاط للنقاش مع ضيوفنا الذين سوف يلتحقون بالأستوديو لاحقا إذن لا بأس أن أذكر مشاهدين بالمواضيع لرهيزنا فيكم اليوم معنا إذن حديثنا في الصحة ومشاهدين هذه الفقرة القارة التي تأتيكم كل يوم أحد عن ارتفاع ضغط الدم التأثير تاع على صحة الإنسان عن المدايين البعيد والقريب أيضا أهم الأعراض الأرقام في الجزائر لا ننسى إرتفاع ضغط الدم يصيب شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري كي يمي على بلهم ومشخصين هذا المرض وكي يمي على بلهم شأنهم عندهم هذا المرض اللي إحنا يعني في العامية تاعنا نقوله عنده لاتنسيون إذن اليوم نتعرف على وشنه هي هاد لاتنسيون ووشنه هما الأعراض تحهم أهمية التشخيص المبكر وأهمية العلاج لتفادي الحذاقب اللي قد تكون واخمة وواخمة جدا نتعرف عليها اليوم في هذا البرنامج أيضا مشاهدين ما يخفاش عليكم تراجع معدل الخصوبة عند الرجال والنساء في الآونة الأخيرة هذا الكلام ما رانيش نقوله هكذا كبرك نحن في برنامج الشروق مورني كنا اتطرقنا إلى دراسة حديثة أظهرت النتائج تحى أن معدل الخصوبة عند الرجال تراجع منذ سنة 1973 بـ 50% وهي نسبة كبيرة جدا إذن نتعرف اليوم مشاهدين على أهم المواد الغذائية اللي راح تخلينا نرفعه من مستوى الحصوبة عند الرجال والنساء وأيضا مشاهدين للثقافة والفن نصيب من هذا البرنامج اليوم راح يجونا شباب باش يهدرون على الأغنية الرومانسية والفن تحوم والغيناء تحوم مع نهاية هذا البرنامج كل هذا وذلك نحيقا بلا ما انسوا فقرات الضيف المورني باش ابتداء من الساعة الثامنة ومن بين فقراتنا القارة اللي طلع عليكم كل صباح مشاهدين باش تعطيكم مستددات أحوال التقص بالنسبة للناس اللي راح يبدأوا الأسبوع تحوم باش يروحوا يقرأوا باش يروحوا للخدمة ولا حتى باش يروحوا لإنشغالاتهم اليوم إذن إليكم مشاهدين اليوم معلومات تخرجوا معكم من البارابلي ولا تخلوا في الدار صباح الخير أسيا صباح الخير فريال عودة ميمونة مرحبا بك شكرا شكرا إذن فيها اشتيوة خفيفة اليوم؟ فيها اشتيوة خفيفة فيها برودة خفيفة أيضا يلا أترككي مع التفاصيل شكرا لك إذن خلال هذه الصباح الأجواء عموما مستقرة إلى مغشرة جسدين بالمدن الجنوبية لكن تعرف المناطق الشمالية اضطرابات جوية خاصة المدن الشرقية على سواحل الوسطى أيضا والغربية تصل تدريجي إلى مناطق الوحاد وأيضا على الجنوب الشرق مضيقة ورقرة وأحسين سعود بالنسبة لي حالة التقس خلال المساء تعرف تحسن تدريجي على المدن أو مناطق الوحاد لكن استمرار الأمطار الغزيرة الرعدية في بعض الأحيان ومناطق الغربية خاصة المدن الداخلي على المدن الشرقية والسواحل الوسطى إذن خلال هذه الصباحة درجات الحرارة أكيد تعرف إن خفاظ أجواء باردة وذلك ستصل إلى 7 درجات بالجلفاء التي زيزوا على المبيرة 11 إلى 12 درجة على شمال الصحراء المناطق الواحد مسجلة 14 بعين صالح 12 درجة على السوحل الوسطى إلى شرقية 13 بأدراء 15 بتندوف 14 درجة بأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى المسجلة لهذا اليوم درجات الحرارة القصوى بإذن الله ظهيرة هذا اليوم تصل إلى 18 درجة بالجزائر العاصمة بومرداسي بازال بليد 21 درجة بي عنا بطار في القالة سكيك داجيجل وبجاية مسجل 19 درجة بي قسنطين على تبسة على سطيف بورت بورو ريج تصل إلى 21 درجة على سوق حراس على أيضا أمن بواقير 14 درجة بالجلفة 15 بتلمسان تيار تبيصي بالعباس مع أسكر 23 درجة بي شمال الصحراء على غردية على بسكرة على ويتسوف 26 بورغلان سجل 22 أو 32 درجة بي وسط الصحراء 27 بمنطقة تين دوف 30 درجة على أدرال 31 إلى 32 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببورت بج مختار وعينجزة نسبة لحالة البحر إذن سيكون البحر عموما مضطرب على طول الشريطة السحل رياحة ستكون شرقية تماما على السواحل الشرقية والوسطى غربية بسواحل الغربية وصراتها تترح من بين 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة كالعضاء أيضا الورقة الفلكية وقت غرب الشمس لهذا اليوم سيكون على الساعة الخامسة ونصف مساء أشكركم على المتابعة ونعود إليك في ريال شرق شكرا جزيل الشكر لك أسيا إذن بداية يوم وفقة ويتجدد الموعد غدا بحول الله إن شاء الله شكرا لك أسيا إذن عودة إليكم مشاهدين لاستكمال بقية البرنامج الذي يجمعوني اليوم معكم إذن مشاهدين أنا بأس أن نتعرف وإياكم على حكمة اليوم لاخترهاكم فريق إعداد هذا البرنامج الصباحي إن حكمة اليوم تقول إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود وللبخيل على أمواله على لونة زرق العيون عليها أوجه سود إذن كانت هذه حكمة اليوم مشاهدين أتمنى تكون نالة الإعجاب التحكم ما تنسى وشحتى أنتم إدعادتكم حكم أمثال أقوال باتنا على البريد الإكتوني الخاص بالبرنامج الشرق مورنينج 2020.com إدعادتكم أمثال شعبية أقوال حكم مراسونا ونحن نكون سعداء جدا بمشاركتها معكم على شاشة الشرق الأخبارية أيضا مشاهدين ما تنسوا بشيء اليوم عدنا موضوعين إن شاء الله رح نفتح فيهم المكالمات الهاتفية في الصحة وفي التغذية تصلوا بنا وترحوا انشغالاتكم خاصة ما تعلق بموضوع الصحة للأكيد رويهم المشاهدين لرغم يتابعوا فينا مع صباحة هدنها يلاهدون إطالة نتعرف وإياكم على أهم العرضين التي جاءت بها الصحف الوطنية العربية وحتى الأجنبية في فقرة منشت مباشرة بعد هذا الفاصل صباح الخير أهلا وسهلا بكم ميلا معرضي الصحافة مباشرة من السجوهات الشرق الإخبارية وفي مستهله مشاهدين كما جرت العادة جريدة الشرق اليومي والتي خصصت افتتاحيتها لنهار اليوم للوقوف عند السنة الثالثة من الإنجازات في عهد الجزائر الجديدة الوفاء بالعهود السنة الاقتصادية للجزائر سبعة مكاسب كبرى وطموحات أخرى 2022 إعادة هيكلة العلاقات الخارجية وترتيب الأولويات والجيش عيون على الحدود وصناعة عسكرية وتعاون أمنية تقرؤون أسفل الصفحة الأولى رئيس الجمهورية يؤكد التاريخ والذاكرة من بين أهم أولويات هذا ما أكده رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تقرؤون مشاهدين في تفاصيل هذه اليومية والتي خصصت ملف كامل من صفحتها الأولى لصفحتها التاسعة للحديث عن أهم الإنجازات إنجازات رئيس الجمهورية منذ توليها الحكم في الجزائر وكتبت في عامه الثالث رئيس تبون يجسد رؤيته للسياسة الخارجية حيث تنقذي اليوم السنة الثالثة في عهد رئيس تكتب الشروق الحافلة بالإنجازات فقد أعقبت سنة من الصعاب على مختلف الأسعادة تسببت فيها الجائحة الصحية كوفيد-19 التي أغلقت المؤسسات وأجبرت الجزائريين على البقاء في بيوتهم كانت بداية السنة التي تشرف على نهايتها بالنسبة إلى الجزائر والجزائريين كمن يستعيد حريته والمفقودة فكما انطلق الاقتصاد مدفوعا بمحفزات الارتفاع الكبير المسجل على صعيد أسعار الطاقة كان للديبلوماسية نصب من هذا الإقلاع بشكل مكن الجزائر من استعادة مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي تفاصيل هذا الموضوع في صفحة الثانية وتقرؤون أيضاً 2022 إعادة هيكلة العلاقات وترتيب الأولويات في الجزائر وسط تحولات غير مسبوقة على الصعيد الإقليمي والدولي تكتب الشرق في هذا الملف الكامل التي تجدونه من الصفحة الأولى إلى الصفحة التاسعة وتقرؤون مشاهدنا في موضوع آخر في هذا المقال أقطاب وطنية للنسيج وشركات أو شراكات عام خاص لبعث صنع في الجزائر حيث قررت الحكومة إعادة بعث صناعة النسيج والجلود كأولوية للاستجابة لطلب الداخل وتقليص الواردات من خلال تشكيل تجمعات كلوستر هذه الشعبة الصناعية تجمع بين الخواص والمجمع الصناعي العمومي للنسيج جي تاكس مع تحديد الولايات التي تمثل أقطاباً لهذه الصناعة لإعادة إحيائها وهناك على قرار المدية وقت المسان ومن حكافة التسهيلات للمتعاملين الناشطين في القطاع جريدة المساء تأتيكم مشاهدنا بهذه العنوين حق الشعب لا تنازل ولا مساومة وتقرؤون أيضاً التاريخ والذاكرة من أهم أولويات تقرؤون أيضاً الشعب الجزائري استعاد الثقة الكاملة في مؤسسات الدولة والجزائر الجديدة دعم شعبي وفخر بتطور شامل تقرؤون من تعديل الدستور إلى الرقمنا إجراءات الوقاية والردع ضمن معركة محاربة الفساد والجزائر بكين شركة استراتيجية والرئيس الصيني يدعو الرئيس تبون لزيارة بلاده تقرؤون مشاهدنا أيضاً تمديد عقود مستخدمية المساعدة على الإدماج وتفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الرابعة تأتيكم على النحو التالية تقرؤون في جريدة المساء وفي صفحتها الرابعة تمديد عقود مستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى ديسمبر 2023 حيث قررت غزارة العمل والتشغيل والضمن الاجتماعي تمديد عقود مستفدي جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى القطاعين الاقتصادي العام الخاص لغاية ديسمبر 2023 حيث وجهت وزارة العمل مراسلة إلى مديرية تشغيل الولايات أكدت من خلالها أنه في إطار متابعة عملية الإدماج المهني لمستفدي جهاز المساعدة على الإدماج المهني تلقت المديرية العامة للتشغيل والإدماج طلبات هائلة بتمديد العقود من طرف مستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص تقرأون أيضا الداخلية تأمر بالتصدي لغيابات موظفي البلديات والضوائر حيث أمرت وزارة الداخلية وجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مراسلة إلى الولايات المنتدبين ورؤساء الدوائر وكذا رؤساء البلديات بالتقييد الصارم بالمدة القانونية للعمل بعد تسجيلها تفاقم في ظاهرة التغيب والتأخر أثناء الأوقات الرسمية للدوام ما نتج عنه أثار جد سلبية تكتب المساء النصر مشاهدنا فعنوان صدر صفحتها الأولى وتكتب ملف الذكرة من الأولويات غير القابلة للمساومة والتنازل هذا ما أكده الرئيس بونا في رسالة بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتقرؤون بكين ترغب في إنجاز مشاريع كبرى في الجزائر وتطوير برنامج للتشخيص المبكر لما رد ألزهايمر قريبا بولاية قسنطينة تقرؤون مشاهدين في الصحافة الجزائرية ناطقة بلغتها الفرنسية وفي افتتاحية لغيزون الصادرة لنهار اليوم والتي كتبت صدر صفحتها الأولى التاريخ والذاكرة من أهم أولويات هذا ما أكده رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتقرؤون مشاهدين في الصحافة العربية وفي جريدة القدس العربية الصادرة لنهار اليوم حيث تطرقت إلى ملف السودان وكتبت السودان الاتفاق والإطار العالق وتقرؤون أيضا مشاهدين في الرياضة ملف مونديال الدوحة حبس للأنفاس وتقرؤون أيضا مشاهدين في الصحافة الأجنبية وفي جريدة الفيغارو الصادرة لنهار اليوم التي اخترناها لكم في أوكرانيا وفي قلب معركة بخموت وتقف أيضا في الرياضة هذه اليومية الفرنسية عند جديد مونديال قطر وتكتب مباراة إنجليترا وفرنسا صدمت أفضل الأعداء وتقرؤون أيضا مشاهدين في صحافة البريطانية وفي افتتاحية The Independent الصادرة لنهار اليوم الأطباء يحذرون من الرعاية المروعة للفنادق الخاصة باللاجئين كان هذا كل ما لدينا مشاهدين فيما يخص معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لحسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء مجددا في الرياض لك ولكم مشاهدين الشروق مورنينج أسأل الله صباحكم مشاهدين الكرام أزول في الوين مرحبا بكم أنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينج إذن اليوم سيكون الموضوع حول اللحوم الحمرة نشوف الأسعار ديالها من خلال التصريحات ومن خلال ربما حتى الوعود الأسعار لما نشوفها في هذا الشكل الأسعار مناسبة لكن لما نزل إلى أرض الواقع أسعار أخرى ماذا يحدث بين التصريح والواقع أسعد باستضافة سيد ميلود بوديس رئيس المجلس المهاني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء ما الخير سي ميلود ما الخير أسعار اللحوم الحمراء كيف أشارك تشوفها أنت وإنت رئيس هذه المجلس ورئيس هذه الشعبة بكل صراحة ليس كمسؤول في هذا المجلس ولكن كمواطن عادي الأسعار اليوم السلام عليكم على كل حال وشكرا للاستضافة وعطيتوني المناسبة باش نتكلم عن الأسعار بسماعنا بزاف الناس يهضروا يعني معندهم حتى الصيفة بهذه الأسعار نحن نشوفه الأسعار ايه تشوف الأسعار بس صحة اليوم لازم مهنيين ليهضروا الأسعار لازم الناس ليخدموا في مهنة هذه بعد عايشين بيها من التربية من التسمين من التسويق باش يعرف الحقيقة تعال الأسعار مهما مسؤولين يعني كبار في الدولة قالوا كلام يعني ذرك احنا بالنسبة للمواطن الحمراء غالي بالنسبة للمدخول تعوه الحمراء غادي يعني المواطن عادي الحمد لله يعني إضافة يعني يعني وش نقول لك ذرك المواطن الجيه غالي بشري هو مثال على الأقل كيلو في شهر تسقام له 200.000 بزاف 200.000 بزاف ولكن الإنتاج هو يرفض هذا أنا درتك نهار في التلفزيون يعني أسوام الحقيقية بالفواطر اللي راني شروع فيها من الخارج بدروا الدوان تاحها بالتيفياء بأكل تاحها يعني بالسعر تاح الأخر يعني لمواندر ديتاي سيما بخوفيسيون أنا أختم فيها هذه أنا شوف موال نسمن ومدة 6 شهر نوكل وإذاك اللي ريسكية صرتو ضرك في الحالة وندي وعندي البطوار عندي يعني أنا نحط لك أسعار الحقيقية ماش بدير مين بشهرية روحية يعني باش نقول لك باللي السعر الحقيقية هذي لما تقول لين تتار تاكمو تار بورك رئيس المجلس شحال السعر الحقيقي تال الحم يتباع في البطوار يعني السعر تاعوي يعني شحال ومبعد سعر الحقيقية هذي يدي كل واحد السعر اليوم راه مية وثمانية وربعين ومية وخمسين الف الكيلو هذي وين هذي يعني يخرج من البطوار هاي والسعر هذي يديه البوشي ها نذبحوا الناس والله تعناه والله يديه البوشي يدي ستين الف الكيلو مية وستين الف بمية وثمانية وخمسين الف مية وستين الف الكيلو هذي شريه الكاركاس ويدي البوشي كي يديه يناحيل واعظم يناحيل واه عنده محل تحتجاره عندو خدام عندو يوصل مية وتسعين ومية وثمانية ومية لأهجين الف ده المشكلة لأوا فيكم مسيف لبوشي إلى المشكل ما عليش تسمعها مية وبين اراف لنا جميعا الشر مح prat نحن نشروه فيه بربعة أورو فاصل ربعة وثلاثين ماذا دلالة ربعة أورو؟ نشروه من الخارج نشروه من الخارج البقار تاعت سمين نشروه من الخارج 4 أورو 34 هذا 4 أورو 34 نوصله البقار نزيده نخلصه عليه 46% يعني صف يدير كنشري حاجة بمليون تخلص عليها مليون تخلص عليها 500 ألف طفيتولي دجا 150 ألف وتزيد تخرجه من ثم من البقار سوام تعلب بقار تعلب تتوصله لعندك توكله ستشهر ونت توكل فيه العلف راه يسوى سبعمائة ألف وسبعمائة أثمانية ألف قمت ترصى ديبان واش تصيره مدت ست شهر واتتوكل فيه صار دير ست شهر واتتوكل فيه سنكت ربعة جور كل يوم راه يوكل تقريب واحدة أثمانية ألف هاي بين ثمانية ألف وثمانية ألف تبن بخمسين ألف العلف بثمانية ألف روح أنتا يعني بدت تقق يقسمون ميت يز يعني ما كونش تربحون توم لا مش من إحنا يعني نوصلول هذي وانبعد إحنا نخد أنا واش نديانايا دقوا قلت نصارحوا اليوم بعضنا كامل أنا واش ندي يعني ندي الجلد وندي هذا تاعية ندي الجلد وندي لزابا م nih ولا 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 بطوار سيتو والحمه يتبيع كيمة راه ويروح الباشا معليش وزارة الفلاحة قالت انه هناك نية لتスقيف أسعار اللحم الحمراء تسقيف الفائدة مش تسقيف الاسعار يعني مش هيديروا ولكن تسقيف الفائدة أحدا دقاء الله هي هي قولو Recuper ماahren كما قالوا عمروه اللي يجبو الحمي وعشرير ولوقت ما قالو SI كيف شوق يشفناه كيما ذرك احنا لازم نرجع لأمر الواقع كما يقول الواحد لتيرا كيف هرح يديرو متى تقول لنا لانتما تلاقيتم مع وزارة في لحظة انا جسوية ضدك وطيضع تلاقيتم مع وزارة في لحظة تلاقينا درنا درنا اجتماء ايه درنا اجتماء يعني حاجة الاسواء من جمشي ثقافها كيما يحبهو طلب منكم هو نعم طلب منكم تثقيف من جمشي الثقاف لونا هو وش طلب منكم الوزير هو ما قلناش قالنا نلقاو حل يعني اللي باش نجيبوه واشنو الحل الحل هو قال نجيبوه لذيوند فراش سوفيت هذي لها ضربة على الوزير كل اجتماء الناس كل على بالها سوفيت الصفورش حالي شري يعني نحو نحو ذهب لاستيراد الالحم اللحوم المجمدة هاي دعا مش مجمدة ولكن اللحوم تضيجة تضيجة يعني تحت الاخر هذي كتشت ولكن ذرك هذو اللحوم ما هيش حل ديفينيتيف يعني هذي كيم رام دولو كل عام الأقلي Virtanto ماراكم تغليو فلسومة ما نغليوش ما تغليش هما لما يجيبوها م aspirات سوفيت من أتغليش أ rpm من أتغليش غلي سومة نعم عارف كيفاش متقلقش من أتغليش في سومة نعم خليني نفهمك خليني نفهمك خليني نفهمك فهمني يا سيدي ذلك أنتك تشري مثال حاجة تشريها بالسوما تاحا السيد لي باع الكودة على الآن شمية فائدنا يجب يدي فايلة. يجب يدي فايلة. بس حيث قمت له غالية. كيف يدير؟ سواء ما يخدمش يطبق يروح. سواء ايه؟ سيطابو سيب دي تخوفين صوريسي يعني هيكا. ستنه. ساحا هو قلكم نروحوا نستوردوا. اللحوم السوفيد. انتم ما قلتوا له هادي مو حال. ومو حال تنقسوا في السومة. لانه بش متقلقش. لا يتقبك. يا ولو كان تشوف مواطنك راح يدخل عن البوشي كشي تطلقها سميلوت. والله قال حسبي يا بجمع. يا سميلوت. والله قال حسبي. لا تقل لك يا رجل. لا تقل لك يا رجل. ما ليش. يعني حسبي. هو أعطيني انتا دوك أعطيني انتا كرئيس المتال يارا كمانوبي المونوبولقة وعندك تالح. ما عندي ولا. هذا يقول لي كيفاش نديرو. كيفاش نديرو. ما عندي ولا. كيفاش نديرو. شوف. درق نقول لك. عنا حلول يعني توت سويت. اه. توت سويت هالي الحلول. يا أخوة ما عليش يجيبوا الحم. توفيت. كابلوا علينا الشهر تعرار. بصح. مور العيد. مور رمضان. يقصتوا ذرعيهم ويخدموا. واش نقولولهم احنا. كاين نحولول واحد أخرى اللي ألف واتخمم على المواطن. وتخمم على الفلاح. الفلاح اليوم. راه عايش واحد واحد يقول لك نقصنا نقصنا العلف. نقصنا حين نوتي فيا. ايه هم نحول. موش غير هذي. كيتشري غالي. ايه لا لا ما كفيش. ايه لا لا ما كفيش. ما كفيش العلف. العلف والله يعني بالنسبة لي انا والله يعني ما كانش منبا خمسة ولاستة في الميال اللي راه هي. اللي راه هي تنفع. ايه. ولكن كنتو تشكيو من تشكيو من تيفياتها العلف. شوف العلف. وقنتو هي سبب الارف ارتفاع الاسعار. الان حال تيفياتها هذيك. وش اللي خلال. كاين حاجة اخرى اللي ما ما كفيش. وش ما. والله. يصنبا اللي يجيس كوبو الشماء. ما راحوش عني حتى الاطرف الاخر. نحيو دروات دوان والتيفيات. نقول لك فرانشمان. دروات دوان والتيفيات راهي كارونتسي بورسان سي محمد. دي لك نحبي تشري نحن في مئة وثلاثين مئة واربعين الف. نحية ستة واربعين الف. ستة واربعين في المياه. ما لازم ينحيو الجمعات. لازم ينحيوها. احنا اليوم في رانبي ازمة اه كبيرة. كل حاجة غلات. في الاوروب غلات. كن انا عندي فاتورة عندها تمام باعام. تعال تعال العجول. اه ميتين وثمانين. اليوم اه كاتفينت كات. ايه. يعني لازم ينحو لكم اذا نحاولكم تيفيات مع تيفيات نحوها. تيفيات تعالبقري ما نحوها. نحاولكم تيفيات تعالبقري. نروحوا واحدة بوحدة. مش حالي عودي دير لحم. شوف كن احو التيفي انا نقول هكي يعني بكم صارك. كن احو التيفي ايا. ودروات دوان تخلص اللحم من الصومة. لكنه يصوى مئتين وعشرين تخلصوا مئة وعشرين. هذي نقول هلك ذرك. وهذا المشرع اللي ديرها. لازم يتقدم هالدوسيه اذا قدام المشرع. تكستيل نحاولهم. نحاولهم وقاعدة الاسعار مرتفعة عربا. خايفين زيدي ديرها انتم مطانيت. لا مبعدين نجمي بلافوني البري. اخي قالوا بل الاستيراد منوا عمبادة صناعة المحلية ولت كدلي كيرفوق الاسعار. لازمي مبعد قادري بلافوني البري. اه قال لازمي محمني حيث الكتبية ودروات دوان. اليوم نحاول الحمي سوى مئة وعشرين مئة وعشرين مئة وعشرين سطط. ما تزيد حتى حاجة. مهم. هذا مكان. تمي قادري بالعصاء تعدوله توقف عند رأسه. هذي. صح. إذا سخصيتك شون هو المسؤول الرئيسي في ارتفاع هذي الاسعار وراهي المسؤولية. سيل مرشي. سيله مخشين. مخشونه قوب شوف. احنا ديجا يوم احنا يشرفوا واحد السلعة نقول لك تعيف. انا نقول لك. ضرب جيبوا فاهم الاوروب. نحا. اه. ماذا للك لو. لا مش يعني بتعيبة بس يعني صال ولا حاجة. اه. انا مالحب. هاي نقول لك. ماهوش. 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 ماهوش صحيح. نقول لك هرك. انا بس كنت في الخارج وانا شريك. تقيقة سيميله. تقيقة. يعني الحم اللي اروي يتباع الان. ليجي من الخارج. ليجي من الخارج. ايه. غير صحي. اه. فيها انواع من الامراض اللي دخلت معاه. ماهو نقول هاي يعني انتو. انتو ما اللي دخلتو. دخلنا احنا بس احنا ماهوش ندخل. احنا نشريه ويجي من الخارج. لازم دولة ارياجي. دير الحساب قال. لازم اتباع. لازم اتباع دولة لازم اتباع قلها. او عندهم لازم اتباع فيترينار. يشوفوا. اه. شك امبورتاشون. يشوفوا البيلون تحاوين عاد. يلا كان. عندك اديلا انت. عندك اديلا عندي انا عندي. بللي كيل الحم دخل. ايه كيل الحم دخل رامي رامي. يعني نسل نوف دولة. الرياجيان سو سيتو. انا ماهش هنخليك في هذا الموضوع. ما تخلينيش. مخليني روهم بعض عنا. ولا. الحم ما دوره متوجد الان. عندي. والحم تعبان. عندهم تعبت مية. عندهم امراضة. انا نجيبهم حتى نوجدهم وكلوا الاخر بعد. الحل ديالو. الحل لازم دولة رياجي. ديروا الزراليس. ديروا ديروا الاخر هذا. يشوفوا وشح الكائنا. يشوفوا الفرنسور هذا اللي راه يشوف الاخر. الفوكي رياجيس. منين جابوه الحم دور. فرنسا. هذي من ناحية. الحم دوره متوجد عندك. عين تواجد عندي. مش الحم يعني الزنمو. العجل. نيه. رو متوجد عندي. ما بعتوش. ما بعتوش. عني ربي. عني ربي. وفيه ادي لاب اللي هذي العجل فيه امور غير صحية. نزم قبل ما ننتقل بها يعني بالصفاء ايصف. كون انكت. نزم تحقيقات. تحقيقات. وديزاناليز. باش نجمو نديكلاريو. بول المومو. انا نقول لك يعني دي فاصل اوفيسيال. باللي. العجول هذا من اللي رام دخلوا عدنا هده. مش مش ملاح. صفاء شعبية. انا سمح لي سيميلود. نشكرك على صراحة. اولا. نقولها. انا درامي يا دم. كيف شو درام خرجي من الدولة. سيد لامورتاسيون. سيد لاخجون. كي ساقسا. مين تبت عوش ترجحهم لهم. كيف رجحهم لهم. دخلوا هنا وخلصناه وخلصوهما. ما ما هدرت معاهم. انا قلت. وش اللي المرضى اللي تبع دولنا فيه. وش قال لكم. قال انا مستعرف وش بك. احنا باعنا وخلصنا. اذا 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 بعد تصريح سيميلود اذا ما تحركتش وزارة تجارة. مش وزارة. وزارة الفلاحة. هايوا واحد. من ناحية البيطارة. هايوا. سيجرات. اعتقد ما نقدروش نتكلموا اليوم على صراحة اكثر من هكذا. ومنقدروش نتكلموا على كشف لعملية. قد تضر. اقول قد. ونحتفظ بكل الفاظ التي. نحتفظ كي اي. ما رأس. ربما نخليوا. التحقيقات هي اللي تكشفها. هي اللي تكشف. انه اذا ما تحركتوش اليوم. تبقى اللوم عليكم وليس علينا كاعلام. على الاقل رانا نقلنا لكم تصريحات. اعترافات. اه. كلام. اديلة. او يقول لكم بالاديلة. او يقول لكم مانا اللي يراهم عندي. اه. ارواحوا. يعني انتركتهم منهم. ارواحوا وجروا عليهم تحقيقات. اذا ما تحركتش للمسؤولين. مبقاش وش نزيدون. حاجة واحدة اخرى. تحركوا كتر من هكذا. حاجة واحدة اخرى. شال عندك من اعجل اللي يراهم ورينا. ما نقول لكش. قلت لي كلش. لا لا ما نقول لها. حتى نشوفوا تحقيقات. بس كينا. اه. كينا. اه. جاي من عندهم. انا انت اقد وعندي تصريحات. اه. الاطباء بيطاريين. باللي هذا الشي. ما يجمشي تكون هنا عندنا بس كي. يطول على الاقل شهرين شهر شهرين. بس تكون. بس. مثبت. مثبت انه المرض جامل عندهم. مفرصة. 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 على مستوى الموالي. ومانيش واحدة يا. اه. كي مزاف. ما يجب دهمش اليوم. خلي حتى يخرج تحقيق. باش من نضروش. باش مطل ما يروحش الحمل عند البوشين. لا انا. بوش الحم ليه الحم. اه. الحم هاي الحم تعجول حتى قاعة. سيب على كيسين والله. سيب على كيسين. والله. سيب على كيسين. مي الأمراض هذا ما يخلوناش نكملوا التربية تعنا. وموش مليح. نخلصوا حاجة دراهم دو فيز تخرجوا من عند الدولة دراهم تعنا تعيش شعب كامل. يروحو دو فيز. يعني حاجة ديجنا مريضها. سيب على نورمال. ايدال. البروبلم ارو في العجل. في العجل. مش حقلصتها. انا خلصت وطروا كاتر فانديس ما هو. كاتفاندكات. تذي قضية واحدة اخرى. هو كاتفاندكات خلصت وطروا كاتر فانديس حبي يقول كنت على برك باللي فهم مشكل. لا لا. كيفش هو يعني ليسوا دعيونك. نحن دير وانا اياك. ماذا شباحو الترواكات ربانديس. الترواكات ربانديس برس كنت كومانديت. نوعية بعتولي نوعية واحدة اخرى. ما قبلتها اش. هو بعتولك النوعية. الى حسابة ربانديس ما المشكلة التانية تراك حاصل فيها انت. لا لا. مش نحية الصحية. لازم تعرف بلي مش نحية الصحية نحية نوعية. نوعية. أنا كومانديت شارولي لو براك. ولي موزا. هذا من نوعية تعالى اخر. يعني فيه مراند ما مليحت لحم. ومبعتوا ليه جوما هذا مش شيء بعتوا ليه واخرين نوعية ذنيتها لهم بصح ناقصة شوية فالأخر قالر قتلت أنا كومانديتو خلصتك حلت خلالتو لكريدي في هذا الشيء تبعت لي هذا الشيء تبعليش نبورتكوا تقول لي ما كاشا ما تقبل ليش قال بعت لي لفاكتير بروفورما ما فيهاش هذا بعد نعودوا ناقشوا فالأخر وجبتوا بصور ما رخيصة بصور ما رخيصة نوع ما تروا كترفين ديزل كاتفين ديزل ميش حاجة كفير تقعد تبيعوا بنفس سير اهيو نقص شوية على كل حال بيالسير سوف أصري في الهتادي لكتمو مي حاجة قليلة شحال رأوا سوق لأنه خلينا لأباك الميل في اللي حضرت ونسمح شيدا وكل موضوع لا لا مجرد مغروعة على هالي انت مش هلت جريتك لا لا معليش جريتني والله مبكري أنا معمر من هذا الشيء هذا معليش انت الآن رك نبهت شوف أنا أنا رئيس رك نبهت سيميلون نبهت نبهت ونطلب الانترغمسي وإنما ديعت وانت انت انت الآن حطيت الحكومة في موقف ونياه مسؤولية تحرك إذا ما تحركتش تتحمل هي مسؤوليتها خلاص إذا ما تحركتش هي تتحمل مسؤوليتها هذه انت على الأقل ما كذبت عرجامي أنا مسؤول أنا مسؤول وقبل جينا ما جوش نسكت على حاجة كما هذه أنا رئيس تعلق على الكونسي نسيونال شحل راناستهل كل وحوم الحمراء في الجزائر شوف عنا الاستراتيستيك تعبكري شوية على كل حالم أنا نظم نقص تباسك عنا واحد واحد ست سنين كنا نستهلك كل مواطن يستهل 14 كيلو تعال الحم 14 كيلو في العام قليلا لابا أنا ناكله 14 كيلو لحم في العام اي بزحال انا ناكله في شهر طعا رمضان اي بل موين كين اللي يوكل اي شهر طعا العيد الكبير اي بش حسبتوله اي بل موين اي شكي باش انتوما وجباتكم وين اي والله انا ما ناكله سمي لون اي شحال ربما السعر اللي يقدر المواطن انه تقدروا تقولوا انتوما راكم ربحتو شوية العباس شوية يعني ربحو شوية والمواطن على الاقل ما تضربوه ش في الجيب شحال السعر هذا اللي بناسب انا 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 ما تقدرش ما يعد السعر مش انه اللي نبيع للمواطن ولكن تالولان اللي تبيع اه احنا اللولان نبيع لحسب بريداشا اه طبعا كانت تنقص عن دك تنقص عن دل اخر أنا نقول لك بريداشا ما جمش نقص بريداشا شوف نقول لك حاجة اليوم رأنا في كوجوكتير تريدي في سيل أنا أنا كنت في فرنسا التركي ديو سوريا تدي الليجيب تدي ليبيا تدي قاع على ذي طلعت السومة ونقصت هو بعد إنتاج نقص دونك دخلنا في قصتهم وما دخلناش مع الوقت دخلنا شوية رطع دخلناش تباش نديو العجول هذا لو رطروح تدي مثل نوعية كمخصة تلقاش يستحب أنت وسعاره مطلع طلعو كي يطلعوه السعار اللي هي يطلعوه ممطنة لتاكس هنا بس كان يرجعو دينار ومبعادي يتاكسيوك بالدينار على الحساب واش ولتا دونكوتوماتي كمون كي يطلعوه السعار الفوق ما من يدروها يتاكس تلعوه هنا يعني الشحال السومة دروك منيش عارفني أنا نطلب ثاني من وزنة الفلاحة تكون لجنة ويدرسوا كامل اللي بريتع اللي بريتع سحال تسقام بعد ست شهر سبعة شهر ثماني شهر لحم ومبعادي يديروا ستون بورسنتاج لبينيفيس كميش دنيا واضحة سي ميلود معديث للأسف لنتجتنا شوية روتار الستوديو وتلاقيت بأكسي دونك دا بلوكاج في طريق بلوكاج في طريق ايه وجمشت كان كان لدود دي نقعد معك ساعة واحد اخرى لاندي حديث لدي حديث طويل معك لكن وقت البرنامج للأسف انتهى في ميلود بورديث رئيس المجلس المهني مشارك شعبة لحوم الحمرة شكرا لك أولا على صرحتك ثانيا على تنبيهك واعترافك نعم المباشر الآن نقا إلا الحكومة تتحمل مسؤوليتها في صريحاتك والله يجعل الخير لا يجعل الخير مور بعض هذه البرنامج هذا انت قلت كلام لم نكن متفق على قوله من قبل ما درناش أنا ويا كان بريفينك ولكن في سياق الكلام تصرحت بهذا الصريح كما قلت على المسؤولين تحمل مسؤوليتهم كاملة حتى نعرف يجريوا تحقيقات ونعرفوا نتائج تحقيقات ومن حقنا أنه نعرف ماذا حدث وسننشر ماذا يحدث وسنعود إلى هذا الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة معكسي ميلود بيعدي شكرا لكم على أمل أنه تنقشوا في أسعار الوحو إن شاء الله ما عندك قفل عبز بركة لا أعطي ما عندنا حتى قوة ما عندنا حتى دفع ما عندنا شمان بابا باش ندخله في الأمور ما عندنا حتى قوة ما عندنا حتى يعني نحن نصم من قصير ونحن نصم من قصير ونحن نصم شكرا لك سيد ميلود بوديز رئيس المجلس المشترك لشعبة اللحوم الحمراء كنت ضيفا عزيزا ضيف المرنف شكرا لك للأسف وصلنا لأول مرة وللأسف لأنه كان لحادي تشيق وكذلك فيه تصريحات خليني اندرابين قوسين كل خطيرة على أمل أن يتم التعامل مع هذه التصريحات بشكل من الجدية بعيدا عن محاولة ربما تجر تصريحات أو القناة إلى شيء آخر هذه التصريحات لم يكن متفق عليها سيد ميلود بوديز أو يعترف هو بنفسه على نفسه أنه عنده ما عنده قال الكلام هاتشي بقيت المسئولية عليكم أنتم مسئولين ليست أولي المسئولية لا تتحملها الإعلام لأنه في مهيارة ننقلنا ما يجب أن ننقوله لكم إذن على أمل أن نلتقي غدا إن شاء الله ما بقالي في الأخير لنقولكم أدام الله عز الجزائر حفظة عمناها وسطر الشباي ضيفتنا اليوم في الأستوديو تعودتوا عليها مشاهدينا طلع عليكم كل يوم أحد في فقرة التغذية لكن تغيب غابت علينا خلال الأسبوع الماضية كانت تجينا أسبوع ونصف يوم جتنا عد ساعة يلا هدون إيطالع مشاهدينا نرحب ب ماسيليا زواغي صباحك سعيد أهلا وسهلا بك معنا يعيشك صباح نور في ريال إذن ماسيليا أخصائيا في التغذية اليوم جتي بشتقد مننا نصائح حول الأغذية اللي راح تخلينا نقوي القدرة الإنجابية عند النساء وأيضا الرجال خاصة بعد تراجع معدل الخصوب عند الرجال كنا شفنا دراسة أثبتت أنه 50% يعني نسبة الخصوب عند الرجال يعني تراجعت بـ 50% بنسبة 50% وهذا الحال في كما يقولون كم من العالم ما شغل عندنا برك وشي احنا عندنا ديما النساء بتكون أكثر في هذه المجالات لاختاكش بزاف دخلنا لزاليمان جستخيل من الأكل الإصطناعي وبعدنا بزاف على كل ما هو طبيعي وهنا وإن تصر على فاي ولا الغلطة باش تقول معدل الخصوبة يحبط وكي نشوفو الخصوبة ولا الإنتاج في هذا الدومان هذا نشوفو بلك في العالم كامل 22% من حالات اللي فيهم مشاكل في الخصوبة يكونوا عندهم معلاقة بتغذية لأنه ما ننسوش أنه ما شيء غير التغذية اللي تكون السبب في الريال تخدو تكون عندنا بزاف أسباب اللي نقصو في هذا أكيد قبل ما نروح ربما المواد الغدائية اللي غنية بالقيم الغدائية اللي تخلينا نزيدوا من الخصوبة خليني نسقسيك أنت على مستوى العياد التعاكل أكيد يجوك بزاف نساء يعانيهم من السمنة ويباتوهم لك يعني الأطباء ولي تابعوهم يقولهم اشياني ومبعد نبدأوا العينات صحيح؟ صحيح بزاف الموتيف دو كونسلتاشون وماشي غير علاجة للسمنة كان السمنة المفرطة هذي واحد بقلب لك واحد 80% من الأسباب اللي ما تخليش أصلا الجينيكولوج يبدأ العلاج معهم لأنه ما يلقاش أصلا كيفاش رح يوصل لها كالرحم يكون الرحم عمر بالغاس يكون مغطي بالشحمة دوك ما يلقاش أصلا كيفاش يلحقلو باش يدير العلاج تشخيص اللي لازم يديرو وعندنا نقطة أخرى ثانية سالعكس لانوغاكس المونطال سالناس اللي تكون بزاف مشيانا اللي تكون دخلة في الضعاف المفرطة وما يقدروش تاني نسبة الهرمونات تحتهم تكون مليحة لأنه عندهم ضعف بزاف وعندنا ثانية حالة ثالثة يكون وعندنا نقائص غذائية رح نتحط عليهم من بعد كيكون كاي النقص في الزنك في المانيزيوم في الوميغا 3 إلى آخرين إذن وشنهما النقائص الغذائية اللي تخلي عند النساء ربما معدل الخصوبة يتراجع عند النساء النقص الأول اللي نشوفه هذا اللي يختلف على الرجال هو نقص الحديد هي المرأة بلاوالو عندها ديما عندها مشكل في الحديد وأصلا كي نشوف الإحصائيات المرأة هي اللي يجيها بزاف العنيمية فقر الدم بالنسبة للرجل لأنها عندها المشكلة تعدورة شهرية دونك إحنا المرأة كي تكون راحة تحمل هي من المفروض في الرئيال المرأة باش ما تطيحش في مشاكل خصوبة ونقولو هذيك فترة نحضرونها يعني كين دول يعني معمول بها يعني برمجة الحمل برمجة الحمل ترفض حك دك مباشرة نحن وعرفنا نشوفوا بزاف الحالات كما قلت يحملوا مباشرة ولا تبنى عادية بزحية العادية أنك تبخيب حملة تاعك توجدي الحملة تاعك مشي يجيها كاكبر لأنه كيت وجدي نوصل ما راح تتفدي مشاكل صحة لكنتية لطفل تاعك بل كي خطو فيه مساكل وأيضا ما تطحش أصلا في مشاكل هذيك الخصوبة أكيد وربما النقص في بعض الفيتامينات راح يؤدي في بعض الحياة لقدر الله في بعض الحالات إلى تشوه الجنين تشوه الجنين نشوفوا كما مثلا مع سيدفوليك البيناف فيتامين بي نمدوها عند المرأة قبل الحمل وبندن الحمل حتى الوحد الأشهر هكذا حتى نشوفوا بلك راح كامل الغيسك تاع النقص هذا وهي ما جاتش غير في الفترة هذي كما لسيدفوليك نقولوا تلت شهر قبل ما كيت كي هي تقرر دير الحمل تلت شهر نبدأوا نديرها سيبليمونتاشون نشوفوا بلاي نقص نبدأوا نديرها لزيادات بسحكي نشوفوا في الريال هذي المشاكل التغذية والحمل والخصوبة يبدأوا يتوجدوا مصغر من حتى قبل ما تدير فرصها أنها رح تحمل ذكرنا نشوفوا حالات مثلا في العيادة كان حالات يجوا يكون عندهم سكونابل الليوتيروس الليكون غول عشي معنتها الرحم التحم يكون بزاف مرخي حتى وينما يقدر يشد الجانين نحن نعودوا نديروا دراسات في التاريخ انتع هذه المرأة نلقوها مثلا كي كانت صغيرة كامل كانت في فترات الحي ذات كانت شرب بزاف دي تيزان اللي كانوا إنا بخبخية ونحن نشوفوها بزاف ذوك بزاف ناس يقول لك مثلا حاجة نشوفو بزاف نساء يكون عندهم غطاء تأخر في الدورة تحم ولا يكونوا عندهم دول اصطر في الدورة تحم لا تيزان نولا بشرة القرفة وهذا خطأ كبير لان القرفة وكان غير جا عندها مثلا مفعول تعدو كبرك معلش القرفة صح يشربوها يحبس لهم اصطر تولي لهم الدورة نغمال بسحية ندخل وش ترخي يعني ترخي ستوطى في النغمال كنحسو دغياء بلليك راح يستر بلليك خلاص ولا تدورة عادية بسح المشكل لك هذا كالرحم راهو مرخي 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 وللعادة ما حاش مرخي هذوك العضالة تتاعو ما حاش يعودوا يتشدو كما كانوا منقبل نعلومة مفيدة جدا بالنسبة للأمهات هنا في الريال بلليك كنا تشوفي بلنا نحضر على حاجة طبيعية فما بالوك الأدوية اللي ياخدوهم في هذه الفترة بطريقة بزاف كبيرة لكنا ننصحوهم أنه في هذه الفترة على الأقل في كترحنا المشكل نسيون من الدوحل على الأقل يشربوا دي تيزان شود بسح ماشي القرفة نشربوا نعناع نشربوا 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 مليحة نقدروا ما منذيرو الأقراص هذيك اللي تريحنا نقدروا نشربوها الأقراص اللي تريح مديرو الحالات معينة مديرو الحالات نقدر نقول لك مثلا مرض لندوم تخيوز البيت عنا المهاجرة هنا مثلا ليدولغ نغمان ماشي اصطر عادي وين المرآت اللي عندها دي بخيوغيتي وينها أولويات لأنه اصطر ماشي عادي كان حتى اللي وصول الله مخفين كان اللي حكم ساكن نتشكك يعني بشا دونك هذيك الأقراص نخليهم من هذي الحالات بس حكي تكون الحالة عادية كما نقول جيغة نقدر نتحكمو فيها نقدر ناخدو دي تيزان شو لما سخون واحده يقدر يعاون لما واحده سخون يقدر يعاون بوغصول هذيك لدولة لكن القرفة نتفادوها القرفة جميع تنتخذ وحدها ما كان حتى حالة القرفة عادي هذيك راكم تنجرحو الداخل ما شي ما تحسوش بليك شغول تسرعتو في الدورات تاكم ولا راكم مجروحين الداخل عندكم اموغاجي سيبوغصا تحسو بلي القرفة يتعاونكم صحيح إذا نروحو هذرنا على الأسباب بتاع الزيارة عندك يعني قلنا نقص الحديد قلنا سمنة هذو ما نحطوهم نروحو نوصلوا فيما يخص معدل الحليب أيضا بعض الفيتامينات الفيتامينات عندنا مثلا في الرجال والنساء اللي يكونوا عندهم حاجة كومة مع بعضهم عندنا الذنك يكون خاصة عند الرجال يكون بزاف ناقص في حالة صعوبة تاع الخصوبة عندنا المنيزيوم المنيزيوم لأنه يكونوا بزاف مقلقين يكونوا بزاف مقلقين ويكون عندهم نقص المنيزيوم كان غير السبليمانتاشون تعدك المنيزيوم اللي تقدر ترخيلهم العضلات ترخيلهم حتى الرحم والبلساوين يديروا لها كونسيبشون وعننا تاني الوميغا 3 الوميغا 3 هي الضهون المفيدة اللي تخدم مننا الهرمونات اللي تخلي الخصوبة تكون بينكم يلفو هدي سي المعادن اللي يقدروا يكونوا نقصين عنا في الحم في الحليب في الأجبان الأجبان مشي لطاية التحضيرات الجبنية اللي نشوفوها في الكوميكس بزاف السيلينيوم هدي يقول لك حتى زعما وما قدرت نلقاه في كامل هاد الأغذية زعما واحد ما يحبش يشرب الحليب ما يحبش يشرب الحم يقول لك يناخذوا دونواز و تحبب تعالجوز في النهار نجيبو لبزوان تعنا سيلينيوم و هاك نتفادوا هاد المشاكل هاد المعادن اللي نتحط عليهم هما معادن اللي رحين يخلوا يكون السبيرمات وزويد و الخلية الأم يكونوا أم و تركيب التحم عادية هادي بش يبقوا عادية أكيد بش نقول دائما في مستوى معدل الخصوبة قلنا انو النساء كيكتروا من القرفة رحي أثروا على الرحم التحم وعلى عضلات الرحم حتى الرحم هو عبارة عضلات وشنو هي الأغذية اللي كيكتروا منها رجال رح تأثر أيضا على الخصوبة تحم الرجال الحمدلله ما عندهم شعب سهكدا موسكولي ما عندهم تركيبة عضلية اللي رح تأثر عليهم بسحين بزن دراسات انتاج ربما السائل المنوي الحيوانات المنوية أكيد يأثر فيها يعني التغذية على الرجال كي ين دراسات ورد زوج سوالح اللي يقدرو يأثروا على حركة الحيوان المنوي والشكل الحيوان المنوي لأنه مهم جدا الحاجة اللي تأثر على الحركة هي الكنسومات على الكول بززز ونشوف بزف الناس يخذوا بزف يتناولوا بزف لالكول نشوف بللي كيو اللي عندهم مشاكل خصوبة نقطة ثانية التدخين اللي عندها هذو ثلاث حوايج هما اللي يخليوا عند الرجل يكون كين مشكل في الحيوانات المنوية سوالحركة ولا الشكل أكيد أنا ربما يراويدوني سؤال الآن نشوفوا عادتنا الغدائية عند الرجال نشوفوا يعني مباشرة بعد الفطر يكون خدام يفطر مباشرة يرح يشرب كاس قهوة يشرب كاس آتي ونحن لابدنا بلي شي أثر على امتصاص الحديد عنده علاقة عنده علاقة لأنه مشيغر امتصاص الحديد كي نقولوا الحديد ما يتمتصش ونقولوا الزنك ما يتمتصش ونقولوا المنيزيون ما يتمتصش يتسمى مامي لك كلاع في غير مو أمبلا يكون مليح وفاغية متوازن متنوع ويرح ديغاك توم القهوة وللاتي هذا كوشكله كامل ما حاش يتمتصو دونك ما جات شغير في الحديد ونقولنا بالك الرجال ما عندهم بزاف هذا نقص الحديد ما نشوفوه بزاف لاني ميستخيغر ونلقوها عند الرجال المشكلة الأول يقعد في الزنك ويقعد في المانيزيوم عند الرجال ويقعد عندي سؤال آخر ما سينية هادك الرجول يأكل صندويتي يعني داسم ويشرب لاتاي الدون تمتص ولا لا تمتص دون تمتص لا لا تمتص نسموهم مضادة للتغذية وعليش مضادة للتغذية لأنها تلمو صغيرة تغلقنا واحد البيبان اللي جوزو غير الفيتامينة والمعادن وكان غير جا تقدر تغلقنا تعنا غريس وما تخرج ديغاكتمو بساح غريس الدهون ننص ما يجوزوش من نفس الطريق عن الفيتامينة والمعادن وتاني هي مراكبات كبيرة ماشي صغيرة تمام ما يأثروش على هادو كلتانا للأسف للأسف يلا نشوفوا الصور الرجل كبيران ربما ضحف كثيرا ما ينصحوه المحيط العائلي يقول له كتر من المكسرات صحيح هاد المعلومة صحيح لأنه يحتويوا على بروتينات بزاف ما نشنوقفوا في هاد الصورة لأنه فيها مكسرات وفيها أغذية أخرى هادو الأغذية اللي كنا نشوفوا فيها كامل دور حول نفس المكونات كنا نشوفوا الزافوكا كنا نشوفوا المكسرات كنا نشوفوا صومو هادو كامل فيهم بزاف بروتينات هايلك فيهم بزاف أوميغا 3 فيهم بزاف مانيزيوم أنا نشوف شوكولان وغ من تحت دوك فيها بزاف المانيزيوم وبالنسبة للتوسكي أغنج غوج و هكذا برتوقالي و أحمر هادو اللون برتوقالي و الأحمر يعكسنا وجود مالحة نشوف مالحة نشوف مالحة أيضا سبانيخ السلق مالحة 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 لأنه يجب سيفا مالحة حديثة و نقصة المضادة الأكسادة لأنه لا يوجد من المشكلة في الخاصية مالحة هادو كايين كامل هادو المعادم أي خالية يعني؟ الخالية الأب أو الأم من ذلك يكون خالل في التركيبة الغيشاء التاحة أو يكون لدينا مشكلة في الخصوبة بصح يقدر يكون لدينا مشكلة أخر أنه الخالية ريلا بس بيها ريما تكون بصح ريت تتآكل هاديك تتآكل من جي نمسكونابي اللي غادي كولي بغل شوارد الحرة شوارد الحرة ستخي سامبل الآن زع ما أنا شريت دي ليجيوم وشريت الحم وكلش أنا رايح نطيب إنسوب نحن طيب حساء نحك من نقشر هاديوك اللي غادي ينخسلهم ونطيبهم الحساء الحساء حاجة ملاحة درتها صحاً ومعاً بصحي يبقى لي يبقى لي القشور هذا وشي يصرا في الجسم نحن الجسم يتنفس أو يمشي أو يتحرك أو يفكك الأكل أو يتحرك ملاحة أو يتحرك هاديوك يتحرك الملاحة هاديوك اللي غادي يقدر يكونوا يكونوا كبار نقدر نخرجهم بصح كأيان بصغير أقول لهم لغادي كون يبغل شوارد الحرة هما اللي يكونوا ديمان تحثوا عليهم كين تحثوا على سرطانات بيتشا بصح ما في هاد الحالة هاد غادي يبغل شوارد الحرة يقدروا يحكموا يكلون هادوك الغيشاء انت هادوك الخالية وكيفاش نحو هاد غادي كولي بخصي مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة سيليليجيو ميلف خوي والألوان التحام مثلا كما ساباني خاكدا في هومس كونابل كلوغوفيل كلوغوفيل هو مضاد أكسادة بزف قوي ويرموز للون الأخضر فاللون الأخضر يرموز لوجود كلوغوفيل نروحو مثلا الهيكا كين الرمان صحيح ورانا في وقته ورانا في وقته والهيكا كين التومات التومات والرمان عندهم اللون الأحمر ولو الأحمر منين يجي يجينا من واحدة البيجمون سميهه الليكوبين كيف كيف هو مضاد أكسادة بغاكسيلنس لهيك مثلا عنا لزورانج وعنا لكاغوت الجزر الكاغوت والزورانج البرتقال عندهم بيتا كاروتين ثاني مضاد أكسادة معين على هذه اللي احنا نمده ديما هذيك النصيحات تعكيد شوفوا فيها الألوان ماشي للشباح والله الكامل هذي مضادات الأكسادة نشوفوا أيضا في الصورة نشوفوا الزنجابيل مليح الزنجابيل يعاون بزاف على الإنفكشون بسك من داكن يكونوا نقص خوصوبة لأنه جامل إنفكشون أورينار مما عند فاجينال عند لا فام ولا يعاون بزاف الوقاية من هذ الإنفكشون نشوفوا أيضا الثوم عنده الكثير من الفوائد الثوم عنده الفائدة الكبيرة تعاو أنه فيه واحد المادة كان في الثوم وكان في الباصل يقولوا لها الكاتيشين وهذا الكاتيشين مضاد للالتهاب ما يخليش هذو الالتهابات على تآكل الخليات سوف أخصر أن يشوفي هنا أكيد نروح أيضا لنقطة أخرى تحدثنا على إنتاج الحيوانات المنوية وعلى حركاتهم وشنو هي الحاجة اللي تأثر على الحركات الحيوانات المنوية اللي ربما مدخليهم شي اللحقوا للبوايدة من أجل تلقيه الحركات قلت لك كم ديراسات اللي هدروه للتدخين وهادروه على الكونسومات عن السكر بزعب وبسح لأن النقطة عند المرأة أو عند الرجل هي الدهون أنه يقدر يكون الحيوان المنوية عادي يجري نغمال ويقدر يلحق بسح كيكو كيم بزعب دهون عند المرأة هذا الدهون محاش يخليه يجري بزعب وعنى الدهون كي جي تشوفيه فيel ماشي الأغذية الدسمة هي هي اللي تدير دهون صح كي ناخذ بزعب أغذية الدسمة يدير لدهن في الجسم السكر هو لدهن وعنش السكر يدير دهن لأنه إنتاج الأنسولين بزاف على بنابالي قد ما نكونوا ناخده سكر قد ما كالأنسولين ينتاج الأنسولين كوك هاد المعلومة ما شيدة وما صحيحة رح نمدو مثال على غداء اللي مثلا احنا نقول له هاد العلاقة ما بين إنتاج السكر والأنسولين في الأغذية نسموه لندكس أنسوليني ميك لندكس أنسوليني ميك هذا كمان المؤشر الجليسيمي مؤشر الجليسيمي هو سرعة تفكك السكر في الدم بالنسبة للخبز المؤشر الأنسوليني ولندكس أنسوليني ميك هو كنمدلك أنا ليمون نشوف الوقت ودرجة وقدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أوتوماتيك مون ناس تقول لك بلك كل ما يكون كين سكر بزاف كل ما يكون كين إنتاج أنسوليني معنتها الأغذية اللي تحتوي بزاف سكر هي الأغذية اللي عندها مؤشر أنسوليني طالع هي صحيحة بسحكين معلومة اللي رح تنحيننا هاد لوليا كين أغذية اللي ما فيهاش بزاف سكر حتى في الضوق ما نحسوش بصح طالعلي بزاف لانسوليني مثال حليب ومشتقاته كين دراسات اللي ورونة بلك الحليب حليب ما فيهش بزاف سكر حتى كين الضوقوا بلا ما نزيد له سكر ما نضوقش اللقوسيك خيتاء اللاكتوز ما صيلي عفوا هنا أستوقفوكي عن تجربة يعني شخصية نصرت لي أنه في فترة من الفترات كي كانت أزمة حليب جو أجانب يعني مشي أجانب مختاربين يعني عائلتنا جات يعني من بلد أوروبي وجبت معها الحليب كانت الأزمة أهندك إذن كي جبت معها الحليب كي راح تخلاتو لأنه كانت عندها كميات كبيرة حنا كي تدقنا الحليب هادك لقيناه مر جنا مر أنا شخصية شرب حليب بلا سكر لكن كي كليت هادك شربت ذاك الحليب ما قدرت لهش لأنه مر علش الحليب بتاعنا في تزاير عنده نسبة ربما السكر مرتفعة لأنه لامكه هما الطريقة كيفشي وجدو الحليب هما اللي بغامات خطي على باستوريزاشن وليتخاء أوت تومبيغاتور مثل درجات الحرارة العالية اللي ينقي بها الحليب اللي بغامات خطي على وطاقه مشي كامل كيف كيف هما يعتمدوا على درجات حرارة حبطة بصح ضغط مرتفع بس كي دوما لديوا بغامات اللي يستعملوهم في الباستوريزاشن تنقيات الحليب نحن العكس نعتمدوا على درجات حرارة كبيرة جدا وضغط منخافض وهذه درجات الحرارة كبيرة جدا تفككنا شوية اللاكتوز كي تفكك اللاكتوز اللاكتوز سكر مكون من غلوكوز زائد غالاكتوز دونك في عوض ما تولي تشربي سكر واحد رح تولي تشربي نوعين من السكر كل ما يزيته فكوك السكر هده بلما نزيدوها بلما نزيدو على هدك الشيفر يال للناس اللي يخدوه للي دي اللاكتوز اللي عندهم حساسية اللاكتوز نمدوهم للي دي اللاكتوز لانه نزيدو للي إنزيم في الاندوستخي باش يتفكيك سكر تاعو باش مالجيش هديك الحساسية دون قد ما زاد تفكيك السكر بالحرارة ولا بالإنزيمات قد ما تحسي لو جو سكر اكيد يلا هدرنا على على الرحيم هدرنا على البوايدة وش لازم لها باش تكبر مليح باش تكون مليح باش ما تكونش صغيرة باش ما تكونش مشوها نفس الشيء بالنسبة للحيونات المنوية والسائل المنوي نروحو خلاص تكون الجانين في هاد الحالة نشوفه للأسف خاصة في الأوينة الأخيرة مكاش دراسات محددة لكن نسبة الإجهاد يعني زادت وكبيرة جدا هل التغذية أيضا دور في هاد الحالة وحنا ننهضر اليوم على القدرات الإنجابية والأكيد الإجهاد الداخل فيها هي شوفي مرأة كي تكون في صحة جيدة قبل الولادة وقبل الحمل كامل وفي فترة الحمل ما المفروض تكمل هدوك العادات الغذائية سليمة تحها حالات الإجهاد اللي عندها علاقة بالتغذية ما عندهش علاقة بحاجة واحدة أخرى أنا لحد الآن شفت نوعين شفت النوع الأول هما الناس إحنا ديما نمدوا هذه النصيحة نقول لهم بلك انت يا في ريال كشخص بالغ نعرف العلاقة ما بين مثلا نروح نشري أنجو وقتين جسخين نعرف العلاقة ما بين كامل هذه المواد المحافظة الملونة المضافة والجسم انتاعك لأنه كين دراسات اندارت على جسم كيمة تعفريالة إنسانة بالغة بصح ما كان حتى دراسة في العالم اللي دارتنا العلاقة ما بين كامل هذه المواد المضافة والمواد المنكيهة وكل شيء وجانين فكر شما ماهه شغل ما كانش دراسة اندارت في هذه الوسنس أصلا تقدروا تقولي شبه مستحيلة باش تندر إن شاء الله هنوصلوا باش نقدروا نديروهم بصح العلاقة ما رهيش كاينة وإحنا ديما نصيحا نمدوا هالأمهات ونقولوا لهم عندكم فترة تاعة تسعة شهر هذا ما كان تسعة شهر سيوا كله طبيعي قد ما تقدروا بصح نشوفوا بلي كاين بزاف أمهات يكون عندهم مشاكل تعلو حم ما تقدرش تاكل كلش وتكونوا عندها معينة وفي بعض الأحيان تاكل كلش وفي بعض الأحيان تاكل كلش بس أحكي ويكون عندهم هذي كل الحفايس المعينة يأكلوها وتكون حوية صناعية سي هاد لي فترة هاد لي كونسيرفاتور وكل شو اللي يجيب الإجهار ونقطة ثانية السبب الثاني هما النساء اللي يروحوا يعتمدوا بزاف بزاف على المكملات الغذائية المكملات الغذائية اسمها مكملات أشا كيف نقولوها شغل لانا ما نقدرش نتيجي لازم هناك تغذية تغذية ومكمل وكي نشوفوا أصلا بلي التغذية ما رهيش تكفيك ولا أنت را عندك خالة للداخل باش نقدر نمدوا لك المكمل والمكمل ماشي فترة حمل كاملة شغل إحنا صح دايلين في بنابلي مليحة الجنين تاعي قد ما يكون عندي فيتامينات كتر بصحة شي ماشي صحيح هو الإنسان العادي باش نمضحوه علاش يديروا الإجهار إنسان راو في صحة جيدة مراهي شي مراهي حامل وكلش زيادة هالفيتامينات والمعادن كي ناخدوهم بلا أقدونانس وبلا والو دون استشارة يعني بالرسمة دون استشارة وشي ديروا دايور مكتوبة تم وكان دو كل واحد في دارو عندو مكمل غدائي يروح يرفض لانوتيس ويقرأ فيتامين سي زنك أي حاجة يقرأ رح يلقبلك فلي كونت خانديكاشون وكان تاخدو كتر من خمس يام يقدرو يجيوك لفوميسمو إلى دياغي تقدر تتقيا ويقضو يجيوك لدينا نحن اللي جات كورونا استسمحوك فقط ما سيليا ولينا الفيتامين سي ما تخطيناش غير بواحد يبدأ يسعلو الله يرح يخدهم هات سوالح مستحيل ينقصوا عند إنسان جزائري سوخته في بلدنا نحكو على بلدنا الفيتامين سي مستحيل تنقص كي نفتينا المندرين نقص الحمد لله عندنا شميسة شغل هات لزاليمو كايمين في الغذاء صح كايم حالة يكون عندهم ناقصين ونشوفوهم ونعطولهم بسح ماشي كامل نعود نقول لك الإنسان العادي وعليش يتقياك يكونوا كايمها تسوالح لأن الجسم هذيك الكمية ما يقدرش يتحمل حتى معايير المستخدمة فيما يخص الفيتامين د يعني في الدول الأجنبية وفي الجزائر ماشي كيف كيف في دول أوروبية بلك الشمس مطلش كامل عليهم هم يمدلهم ش دي دوزاش كما هنا يمدلهم كل ثلاث أشهور ماشي كما نتاكل خمستاش نيوم أكي لأن الجسم يحمل هذه الزيادات على الفيتامينات والمعادن بزيادة يسي يدير أنفوم يسموه بصح طريقة أخرى وشي طريقة أخرى هي الإجهاد دوما الحالة تزود لعيدنا نروحوا ايضا للرجال الرجال أيضا يلجأون إلى المكملات الغذائية للفيتامين يعني بعيدا عن الرياضة نروحوا نشوفوا حتى الفيتامينات اللي راه يتباع عند يبيع تيميمون يعني العشاب وحتى عند تيميمون ولو يبيعوا المكملات للرجال يعني التأثير على الخصوبة شوفوا هي إذا كانت مكملة طبيعية نقولوا بلو زموا وشنو يعني مام هذه المكملات طبيعية تركيبتها مهيش عادية أنا شوفتهم هذو كلي بواتي لكن أنا نهدر على نفس الشيء سيدي بواتي يكونوا فيهم الخلطات يعني الخلطات مكسرات زائد الأسلو كلش مين دك أنا نشوفهم بلي بززاف سيكري حتى يعني ماشي حتى الخلطات يعني مكونة من المكسرات هذيك معلش نقولوا بالك فيها أغذية صحية لا لا نشوفوا طبيعية نشوفوا أيضا خلطات نجيبوها من دول أجنبية معنابات معنا بناش وش فيها حتى التأثير على القلب التعناع على الانتصاب أيضا أنا نقولوا كان جاءت هذه الخلطات هذي بواتي ما نقدرش نقول ماشي مفيدة مية بالمية بسحة أصلا ما نعرفوش تركيبتها ما تخذعش المراقبة مراقبة جودة ولا مراقبة أصلا نظافتها ولا ما علي بناش من الريجي بسحة أنا متأكدة بلك وكان جاءت حاجة مفيدة وكان جاءت مفيدة وكان جاءت مفيدة وكان جاءت مفيدة يعني احترجال يتفادوا هذي النوع من المكملات كامل كامل لازم نتفادوا هذي النوع من المكملات غير ويلا كان شوفنا بس كان أنا فاح بيتون قولتاني بلك صحنا مدينا نصائح حضرنا على بزا فيتامينات على ما عادنا على مكملات وكلش بسح يبقى التشخيص انديفيدويل لكل حالة ما عندنا ما حاش نمد هذي النصائح الكامل ناسكي لازم نشوفوا لدوسية تاحهم نشوفوا لازان عاليس تاحهم نشوفوا وش داروا مقبل وش صلح وش مصلح نشوفوا الأدوية اللي خداوها اللي تختموا بلك اللي داروهم وكلش وتبقى كل حالة واحدة احنا مدينا نصائح عامة بسحنا ننصح الناس كيكون عندهم هذي المشاكل بالإضافة للطبيب اللي راكم تروحوا لعنده مختص في هذي الأمور زيدوا روحوا للمختص في التغذية باش هكذا يكون تختموا طعكم كامل اكيد اذا نفعوا جلا فقط نصائح اللي راهم يتابعوا فينا خاصة النساء اللي راهم يعاني وراهم بزاف حتى يعني في سنة مبكرة نشوفوها تزوج صغيرة ولكن ما تقدرش ترفض بسهولة اذا نصائح فيما يخص السمنة وفيما يخص الصعودة في الإنجاب السمنة مشكلة كبيرة لتقدر تحرق للكم هذا الإنجاب بطريقة بزاف كبيرة وهي قد لكم الموتيف نميرو دودو كونسولتاشون عندي والأول هو سمنة العادية على المراهنة هي اللي تكون كاينة بزاف نصيحة هي تحركوا معلش الماكلة على برنات روحوا تجي من ذاك نسيون ناكلوا مليح من ذاك نطلقوا روحنا وكلش بساح الحاجة اللي ما نقدرش منشتش روحي فيها هي سيون تحركوا قدر المستطاع نديروا ايون اكتيفيتة فيزيك غيجوليا وتاني في الماكلة تعنا را نهدرنا على قدش من الحاجة الطبيعية اللي فيها فوائد دونك نسيون نروحوا لعفايس طبيعية قد ما نقدروا غير إلا كنشوفنا بليك الحالة حالة الطبيعية وما تساعدناش هنا نقدروا نديروا مكمل بساح لازم تكونوا متبعين ماشي وحدكم مكمل شكرا جزيلا شكرا لك ماسيليا زواغي على كل هذه النصائحة حقصائية في تغذية طلع لنا كل يوم أحد سمحنا بزاف خلينك تسناي اليوم استثنائيا أكيد ما كناش حابين نخلي وكي نزيدوش نعطلوك أكثر من ذلك ماسيليا شكرا لقبول الدعوة اليوم وللتزامك معنا في هذا الموسم الجديد